دكتور الزوراء بهدفين بالشوط الأول عن طريق راكلتين جزاء شلون شفت المباراة؟ والله المباراة كانت الزوراء والصناعة يعني تعرف التفريق الصناعة من الفرق الصعبة اللي هي تحاول تلعب كدفاع كمنظومة تخلق المساعات بالـ 18 بالبوكس لكن ضربة جزاء الأولى الدقيقة أربعة هي اللي فكت الشفرة مال المباراة فأعتقد كان الزوراء محظوظ جدا بإعطاء ضربة جزاء دقيقة أربعة أو اللي هو ماشي المباراة لأن فرق الصناعة من الفرق الصعبة صعبة يتسجل عليها؟ صعبة يتسجل عليها لأن تعرف التلعام الماضي صح هو قاب قوسين وقدم للهبوط بعد آخر مباراة لكن من أقل الفرق العليه تجي الهداف هذا موجود حقيقة موجودة حصائيا لكن أكون نقطة كل شي مهمة تحس التوليف مال الزوراء وتحس فريق الزوراء يختلف اختلاف جذري عن العام الماضي من الناحية السرعة لقيت أداء خاصة توليف سعد عبد الأمير ولو أي العاني وهذا ليه ملاعب الوسط تحس أكو عدتهم تحكم برتم المباراة